الأول حقيقية هي قوة النفس بحلقتي اليوم رح نعرف شو يعني نكون أقوية وكيف ممكن نكون أقوية وعندنا دليل كامل لهالشي وكله من حديث واحد بس للرسول عليه الصلاة والسلام سواء كنت مسلمة أو لا هاي خطوات وعقلية جدا مهمة نتبناها بحياتنا أنا كنت من أضعف الشخصيات اللي ممكن تمر عليكي لكن بسبب سنين من تطوير الذات وهذا الحديث بالذات بطلت الحدن اللي ضعيف الحديث هذا حديث معروف كثير للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الناس حفظين أول جدوء منه بس وما بتبقوا بالمفهوم اللي شرح الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أول شيء خلينا نفهم الحديث بشكل أعمق الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني القوة مش بس بجسمك لكن بإيمانك صبرك قدرتك على التحمل مواجهة التحديات القوة هون مش بس حركات الجم والعضلات أو طول اللسان هي قوة الشخصية قوة اتخاذ القرار وقوة الالتزام بهدفك بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول وفي كل خير يعني سواء كنت قوية أو ضعيفة أنت إلك خير عند الله لكن المؤمن القوي عنده فرصة أكبر يصنع فرق يأثر بالمجتمع ويكون قادر يواجه الصعاب طيب كيف ممكن نصير أقوى في حياتنا اليومية الرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا خطوات عملية وعقلية ممكن نتبناها اللي بعد ما نفهمها وعند تجربة بحكي رح يتغير منظورك للحياة وثقتك بنفسك وبالله كمان أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي احرص على ما ينفعك هون الرسول عليه الصلاة والسلام بيعطينا قاعدة ذهبية ركزي على الأشياء اللي رح تفيدك كل واحد فينا عنده أهداف مختلفة بحياته ممكن يكون عندك شغف معين أو مجال بدك تتطور فيه فالسؤال اللي لازم تسألي حالك شو الإشي اللي عن جد بفيدني شو الأمور اللي لازم أركز عليها عشان أتطور ممكن يكون تطوير نفسك في الدراسة الشغل علاقاتك مع الناس أو حتى صحتك النفسية والجسدية احرصي على الأمور اللي بتعطيك فائدة دائما مش مؤقتة وخليك دائما على يقين أنه كل خطوة للأمام هي خطوة للقوة هذا الفرق بين الشخص القوي والضعيف الشخص القوي بيحطه حدود وبيعرف شو اللي بينفعه وبيشتغل عليه وبيعطي وقت من الأمثلة اللي بقدر أعطيك إياها رضا الوالدين صلة الرحم الصلاة دراستك مواهبك شغلك صحتك الجسدية هاي من الأمثل على الأشياء اللي رح تفيدك بالحياة الدنيا والآخرة كمان فأنت بتعملي إشي كتير منيح لحالك اللي عايشة بالحاضر ولحالك المستقبلية بعد مماتك ثاني شي الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي استعن بالله ولا تعجز الرسول عليه الصلاة والسلام هون بيوجهنا أنه دائما نستعين بأله ما تكوني لحالك بهالدنيا مهما كانت الظروف مهما كنت تعبانة دائما خليك متوكلة على ربنا في النهاية القوة الحقيقية بتيجي من الله ومهما كنتي قوية جسديا أو ذهنيا إذا ما عندك توكل رح تضلي تحسي بالضعف الداخلي حتى لو ما حسيتي فيه هلا بتحسي فيه بمواقف معينة أو بيكون زي شعور واقف هيك بالزاوية ومش عارف كيف تطلعيه كمان هون الرسول بيحكي ولا تعجز وهاي يا بنات من أهم 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 الأشياء بالحياة هاي فعليا من أساسيات القوة إنه ما تخلي الفشل أو الصعوبات توقفك كل واحد فيه نمر بصعوبات مرات ممكن تحسي إنه الدنيا مسكرة بوجهك لكن أهم إشي إنك ما تستسلمي وتستعيني بأله وتضلك تحاولي وتعيشي اليوم اللي حسيته إنه صعب هاي القوة لما تتوقفي على رجليك وإنتي عارفة إنك بس نفسك تستسلمي وتحكي خلص مش مهم بس بدي أخلص من هذا الشعور بس هالفترة بتروح هذا وضع مؤقت المؤمن القوي ما بيخاف من الفشل بيشوفه كخطوة للتعلم بعدين بيكمل الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقول وإن أصابك شيء فلا تقول لو إني فعلت لكان كذا وكذا في كلمات دائما بنحكيها لما يصير شيء مش بالحسبان أو مش متل ما توقعنا لو بس عملت هيك كان حياتي رح تكون أفضل لو ما عملت هيك كان صار اللي صار لو كنت واعي أكتر كان ما عملت هيك لو إني بعرف كان ما خلت هالشي يصير هاي الجمل تحديداً عليه الصلاة والسلام بينبهنا منها كلمة لو بتفتح عمل الشيطان لأنها بتخليك تعيشي في الماضي وتلومي نفسك على أشياء اللي صارت وتعيشي بالخجل المؤمن القوي بآمن إنه كل إشي بإيد الله وما في داعي نلوم حالنا أو نرجع نعيش في الماضي صحيح في أشياء اختيارات بإيدنا الإنسان بالآخر مخير بهالدنيا فيه استخفار لكن كنا منغلط ومش دايماً منعرف المستقبل أو لازم نتنبأه فقدر الله وما شاء أفعل ركزي على الحاضر شو بتقدري تعملي هلا وابدأ التحسين من حياتك من اللحظات اللي أنت فيها هون الرسول عليه الصلاة والسلام بيعطينا مفتاح كتير قوي بيخليك تتخطي أي شي بيصير بحياتك وإذا ضليتك تمارسيه دايماً رح تقدري تتخطي وتتعلميه مع مواقف المفاجئة والصعبة كمان وهذا المفتاح هو إنك تتقبل اللي صار معك وتسأل حالك كيف ممكن تتخطيه كيف ممكن تتعايشي معه وهون القوة الحقيقية مش بالاسراخ والضرب والثقر رح أعطيك أمثلة على أشياء بتقدري تبلشي تتبقيها وترسمي إلها خطة من هذا الشهر للشهر الجاي أو حتى لو أنت بتعمليها هالمرة فيه إشي مختلف واللي هو العقلية إنك أنت مؤمنة قوية عندك قوة ومفهوم للقوة الحقيقية اللي رح تفتح لك بواب كتير لأدام ورح تشوفي نتائجها حتى لو مش دغري أول شي القوة الجسدية والنفسية حاولي تحافظي على جسمك وعائلك بنفس الوقت ممكن الرياضة تكون جزء من حياتك حتى لو تمارين بسيطة قوتك الجسدية وبتعطيكي طاقة وكمان لازم ننتبه لصحتنا النفسية قراءة كتب الصلاة الكتابة تقضي وقت مع العيل والأصدقاء كل هاي الأشياء بتأويكي داخليا اتنين التطور المستمر دايماً خليكي في حال التطور احرصي على ما ينفعك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اسعي إنك تتعلمي أشياء جديدة كل يوم حتى لو إشي بسيط لو قدرت تطوري من نفسك كل يوم ولو بنسبة بسيطة رح تلاقي حالك بعد فترة صرتي أقوى وأفضل بكتير ثلاث التوكل على الله مهما صار معك شو ما صار معك دايماً خلي التوكل على الله موجود سواء كنت بتواجه تحديات أو صعوبات أو حتى لو كنت في لحظات نجاح خلي علاقتك مع الله هي الأساس أربعة إنك ما تندمي ولا تحكي لو إني عملت هيك وهيك وقفي حالك وأفكارك بجملة واحدة اللي هي قدر الله وما شاء أفعل من القوة كمان إنه ما نغار من بعض وندعم بعض كنساء اسمعي هاي الحلقة من هاتونس بودكاست عشان تعرف كيف ممكن تنهي الغيرة وأهمية دعم النساء لبعضهم إذا عندك أي شيء حاب تشاركي ممكن يساعدنا نصير أقوياء شاركي بالكومنس أنا كتير مبسوطة إني جزء من رحلة التغيير تاعتك ضلك مآمنة بأله وبحالك ورح أشوفك عن قريب بالحلقة الجاي مع السلامة